الرئيس السيسي وجه ببلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات جائحة الكورونا مؤتمر صحفي اليوم لوزير التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل الفصل الدراسي الثاني بعد محاكمة تاريخية مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة الحظ على التمرد العشرة صباحا في القاهرة موعدكم ونشر إخبارية جديدة من النيل ونبدأ من القاهرة حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات وسقل قدراتهم للتواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بوزارة الأوقاف اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرأي والدكتور محمد معايت وزير المالية والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعية فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للآئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الوعظات وصق لقدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة خاصة في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية لسيما في مناطق وسط وشمال سيناء وتوشكا والحمام وغرب المينيا وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري فضلا عن رفع كفاءة شبكة الطرع وتبطينها على مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطة معالجة مياه الصرف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيد وزير المالية الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالية من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021 وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في متابعة ودراسة تدعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب وقد عرض السيد وزير المالية الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال سبعة أشهر الماضية موضحا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18 واحد من عشر مليار جنيه كما أشار الدكتور محمد معيد إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات كما قام السيد وزير المالية باستعراض التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 هو أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة ثلاثة مليارات وخمسة وسبعين من مئة مليار دولار على ثلاث شرائحة حيث أشار السيد وزير المالية إلى نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية كما تم استعرض آخر التطورات الخاصة بميكانة وتطوير المنظومة الضريبية وقد وجه السيد الرئيس بالإسراء في الانتهاء من عملية ميكانة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقا لأفضل المعايير بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021 وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة بيروس كورونا قد وافقت على مد إجازة نصف العام لمدة إسبوع على أن يتم استيناف العمل بالفصل الدراسي الثاني وإجراء الانتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول طبقا للجداول المعلنة جاء ذلك خلال رئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لأعمال اللجنة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين اعلنت وزارة الصحة خروج 430 23 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام شفائهم لارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134 ألفا وستمائة وثمانية وثلاثين حالة وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة أنه تم تسجيل 600 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ووفاة 36 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 173 ألفا ومائتين واثنين حالة إصابة وتسعة ألاف وتسعمائة وخمسة وثلاثين حالة وفاة أعلنت وزارة الداخلية السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما إضافيا بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم يكون الإجمالي 30 يوما قابل للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي للحد من انتشار كورونا وتشمل الإجراءات الاحترازية إيقاف جميع الأنشطة والفاعليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن للعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها والصلاة والمراكز الرياضية أيضا كما تتضمن تلك الإجراءات تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وعدم زيادة الحد الأقصى للتجامعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا تجاوزت حصيلة ضحايا بيروس كورونا على مستوى العالم 109 ملايين إصابة بينهم أكثر من مليونين واربعمائة ألف حالة من المتوفين وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول الأكثر تضررا بأكثر من 496 ألف حالة للوفاة ثم الهند بأكثر من 155 ألفا والبرزيل في المركز الثالث بأكثر من 238 ألفا أعلنت السلطات في نيوزيلندا العثور على بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد على أراضيها بعد تسجيل إصابة عائلة من ثلاثة أفراد بالفيروس وأفاد وزير الصحة نيوزيلندي كريس هيبكنز بأنه توجد إصابة جديدة وإصابات جديدة نشطة مشيرا إلى أن مصدر الإصابات لم يتم تحديده بعد وأضاف أن السلطات الصحية تعمل على تحديد ما إذا كانت هناك إصابات أخرى بكوبيد 19 في مكان آخر في المجتمع وما إذا كانت تنتشر موضحا أنه ليست هناك حاجة فورية لفرض قيود جديدة وفي بريطانيا عبر رئيس الوزراء بولد جونسون عن تفاؤله بإمكانية إعلانه تخفيف بعض قيود العزل العام قريبا مع اقتراب الحكومة من تحقيق ما تسعى إليه من تطعيم 15 مليون من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بعد أن اكتسبت لقب أسوأ بؤرة لانتشار فيروس كورونا في العالم بحصيلة قدرها أكثر من 800 ألف وفاة تراجع معدل انتشار الفيروس في أوروبا منذ شهر لتسجل القارة العجوز انخفاضا بنسبة 14% في الإصابات بكورونا خلال أسبوع واحد في بريطانيا تلقى أكثر من 14 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا ومن المتوقع أنه بحلول الاثنين اكتمال تطعيم كل من بلغ 70 عاما على الأقل خاصة مع توفير السلطات في بعض المناطق حفلات للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس تسهيلا على المواطنين كما ألمح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إلى تخفيف القيود الاحترازية لاحتواء كورونا خلال الشهر المقبل سأعلن في 22 من الشهر الحالي عن المزيد من خريطة الطريق للمضي قدما نحو تخفيف القيود سنبدأ بالمدارس التي نأمل بشدة في استئناف عملها بحلول الثامن من مارس المقبل ولكن يجب أن نظل دائما في حذر من نمط الإصابة بالفيروس فنحن لا نرغب في الاضطرار إلى العودة لأي قيود وفي بولندا خفضت السلطات مؤقتا قيود الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حيث تم السماح باستخدام مراكز حمامات السباحة ومنتجعات التزلج على الجليد وارتياد دور السينما والمسارح وفقا لقواعد تحافظ على تباعد الاجتماعي وفي بلجيكا حفز تراجع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا إلى نحو ألف إصابة يوميا السلطات إلى توسيع نطاق تخفيف القيود الاحترازية لاحتواء الفيروس وانتهز السكان الإجراءات الجديدة لقضاء مصالحهم التي افتقدوها خلال تشديد القيود هكذا بدت نتائج حملات التطعيم والقيود المشددة لكبح جماح انتشار فيروس كورونا في أوروبا تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات وتخفيف بحذر من شدة القيود الاحترازية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريد على التمرد تؤكد أن الديمقراطية تضعيفة مشددا على أن الدفاع عن الحق هو واجب لكل أمريكي وأضاف بايدن في بيان له أنه على الرغم من أن التصويت النهائي لم يؤدي إلى إدانة ترامب إلا أن مضمون التهم ليس موضع خلاف وأنه مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي انطلق في مقر الكونغرس في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا برأى مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدام الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس تبرئة رحب بها ترامب معتبرا أن حركته السياسية بدأت للتو جاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من يناير بعد وقت قصير من سماعهم ترامب أثناء توجيهه خطابا تحريضيا وانضم إلى التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة واجاد لفريق الدفاع عن ترامب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترامب ترك السلطة كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفولها الدستور الأمريكي نحن لسنا في اليمين أو اليسار أو أي جانب على الإطلاق على عاتقنا واجب دستوري في الدفاع عن عميلنا وفعلنا ذلك بأخصى طاقاتنا من المهم أن تمضي هذه البلاد للأمام بشكل متحد وتنحي جانبا ردود الفعل الحزبية ونبذل قصار جهدنا لتحقيق العدالة كل يوم في حياتنا واجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديدا محتملا في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترامب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول أعلنت وزارة الدفاع التركية العثور على 13 جثمانا لرهائن أتراك في كهف بشمال العراق خلال العملية العسكرية التي تقوم بها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني وقال وزير الدفاع أن هوية الأتراك غير واضحة حيث أن هؤلاء الرهائن لم يتم الإعلان عن اختطافهم لاعتبارات أمنية وأطلقت القوات التركية عملية تحمل اسم مخلب النصر في منطقة جارة بشمال العراق في العاشر من فبراير من أجل تأمين الحدود والعثور على المواطنين المخطوفين وفي القدس المحتلة احتشد المئات من الإسرائيليين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مطالبين برحيله لاتهامات ضده بالفساد في احتجاجاتهم الإسبوعية التقليدية يتمسك المئات من الإسرائيليين في القدس المحتلة بمطالبهم التي تتركز على ضرورة تقديم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لاستقالته لاتهامات بالفساد ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة وقبور ريشا في ثلاث قضايا متورط فيها أصدقاء له وأباطرة في مجال الإعلام سوء تعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة فيروس كورونا ساعدت في تاجيج الاحتجاجات ومن المقرر أن تجري إسرائيل رابع انتخابات عامة لها في أقل من عامين في مارس المقبل ويستغل نتنياهو عمليات تطعيم التي تم فيها تطعيم ربع عدد الإسرائيليين ضد الفيروس كدعاية لعادة انتخابه غير أنها لم يكن لها تأثير كبير في الحد من عداد المتظاهرين في ميانمار يواصل الألاف من المتظاهرين الخروج احتجاجا على الانقلاب العسكري وللمطالبة بإطلاق صراح زعيمة البلاد أونغ سان سوتي يواصل معارض الانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجاتهم فيما استمرت عمليات الاعتقال لمنتقد المجلس العسكري معزز الغضب إزاء اعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سوتي واحتشد المتظاهرون في عاصمة البلاد التجارية والمالية مرة أخرى عند مفترق طرق رئيسي وانطلقت منه مجموعات إلى نقاط أخرى بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة والصين رفع المحتجون في يانج لافتات تطالب بوقف أعمال الاعتقال التي وصفوها بالخطف في رد فعل على المدهمات والاعتقالات في الأيام الماضية وخرج ألاف آخرون في نابيتا وماندلاي وبلدات أخرى وأقرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب ميانمار بإطلاق صراح سوتي وغيرها من المسؤولين والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين كما أعلنت الولايات المتحدة فرض أقوبات على عشرة من قادة الجيش في مقدمتهم الجنرالات الحاكمين في ميانمار وعدد من الشركات المرتبطة بهم ومن ميانمار إلى تايلند حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين من أنصار الحركة الديمقراطية والتي تطالب بتعديل دستور وإصلاح النظام الملكي باللون الأحمر لف أنصار الحراكة الديمقراطية نصبة ديمقراطية في العاصمة التايلندية بنكوك احتجاجا على اعتقال عدد من أنصار الحراك تحرك المحتجون نحو القصر الملكي لكن قوات الشرطة قطعت عليهم الطريق لتتحول الشوارع القريبة من القصر إلى ما يشبه ساحة المعارك احتجاجات أنصار الحركة الديمقراطية جاءت ردا على اعتقال السلطات لأربعة من رموز الحركة ووجهت إليهم تهما بإثارة الفتنة وتشويه سمعة النظام الملكي وتطالب الحركة المؤيدة للديمقراطية والتي انطلقت في يوليو الماضي بتغيير حكومة برايت تشانوتشا وإصلاح النظام الملكي وبخاصة إلغاء قانون التشهير الملكي ويقول نشطاء من الحركة أن قانون التشهير الملكي استغدم لعشرات السنين ضد المعارضة السياسية وتنفي الحكومة بزعامة رئيس المجلس العسكري السابق أي انتهاك للقانون وتقول إن المعارضة السياسية مسموح بها لكن أي خرق للقانون بإهانة الملك سيقابل بالعقاب وطاح برايت برئيس الوزراء عام 2014 وظل في منصبه بعد انتخابات أجريت في عام 2019 لكن المعارضة قالت إن الانتخابات كانت غير نزيهة أدى رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي يصبح رئيسا لحكومة وحدة شكلت لمواجهة أزمة كورونا وتعثر الاقتصاد بات رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي رئيسا للوزراء في إيطاليا بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي لمواجهة أزمة كورونا وتعثر الاقتصاد جاء تعيين الخبير الاقتصادي والملقب بسوبر ماريو أي ماريو الخارق نسبة إلى لعبة الفيديو الشهيرة في ختام أسابيع من عدم الاستقرار السياسي في بلد لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة صحية أودت بحياة أكثر من 93 ألف شخص كما أدى القسم أعضاء حكومته الجديدة التي تضم تكنقراطا وسياسيين مخضرمين إلى جانب وزراء بالحكومة السابقة تم الإبقاء عليهم وتم اختيار دراجي بعد انهيار اتلاف يسار الوسط الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق جيوسيبي كونتي تاريكا إيطاليا بدون قيادة في ظل أسوأ رقود تشهده منذ الحرب العالمية الثانية وكان من الملفت خلال يوم التسليم وتسلم هو مقدار ما تلقاه كونتي من مشاعر طيبة وود بجولة طويلة من تصفيق الحار لدى مغادرته وعزل بعض ذلك إلى تعامله مع جائحة كورونا خلال توليه منصبه وهناك الكثير من الأعباء الملقات الآن على عاطق دراجي فهو مكلف بالتخطيط للتعافي الاقتصادي في إيطاليا من جائحة كورونا ويتعين عليه أن يشرع على الفور في وضع خطط بشأن كيفية انفاق ما يزيد على 200 مليار يورو في صناديق الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة بناء اقتصاد يعاني من ركود ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلسي البرلمان الأربعاء والخميس على منحه الثقة ويحظى دراجي بدعم اتلاف واسع من مختلف الطيارات بدءا باليساريين وحركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي وصولا إلى حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وتعلق إيطاليا آمالا عريض على رئيس وزرائها الجديد الذي عرف عنه قوله من قبل إنه مستعد للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ منطقة الديورو من ذروة أزمة الديون عام 2010 أصيب أكثر من 100 شخص جراء زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي اليابان وأدى زلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وتعليق حركة القطارات السريعة وتصدع الجدران وتحطم النوافذ كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال وحث رئيس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا في اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء المواطنين على توخي الحيطة والحذر والبقاء في حالة تأهب في ألمانيا يحاول أحد المطاعم في برلين خلق أجواء من البهجة والرومانسية بمناسبة عيد الحب رغم جائحة كورونا وإغلاق كل النشاطات غير الأساسية رغم جائحة كورونا يشهد أحد مطاعم العاصمة الألمانية برلين تسارعا في وطيرة العمل كبير طهات المطعم وتاقمه يعدون قوائم طعام متنوعة لكن تلك الوجبات لن تقدم في المطعم إذ هي وجبات خاصة بيوم عيد الحب تباع جاهزة ليتناولها مرتاد المطعم في منازلهم في تلك المناسبة الخاصة حسنا هذه الأيام كل شيء يجهز للبيع فقط بالنسبة لي الأمر الآن يتعلق بعيد الحب وجدوى بيع الوجبات للعملاء كيف سيتم نقلها وهل يمكن تسخينها مرة ثانية وكيف يمكن للعملاء التعامل معها كبير طهات كلاوس بيكمان اختار أن يصنع وجبات عيد الحب من بط المندرين بشكل خاص فالوجبة تبقى ساخنة لمدة ساعة ونصف الساعة كما أن بيكمان اختار بط المندرين لسبب آخر وهو أنه بط مخلص يبقى مترابطا طوال حياته ليوم عيد الحب قررت أن نقدم بط المندرين فهو بط مخلص تبقى طيوره مترابطة طوال عمرها كما أن البط وجبة محببة نقدمها بنكهات أسيوية بعض الشيء وثمت منظمة أخرى في جزء آخر من برلين تقدم خدمات شبيهة لكن المنتج مختلف المنظمة تبيع صناديق تحتوي منتجات متنوعة تشمل الشوكولاتة والقهوة وبعض المشروبات فكرة بيع صناديق هذه ظهرت العام الماضي والفكرة تجددت مع اكتراب عيد الحب خاصة بعدما أعلنت ألمانيا مؤخرا تمديد الإغلاق العام حتى سابع من مارس المقبل وفي ختام ناشتنا الإخبارية هذه تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يوجه ببلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تدعيات جائحة كورونا مؤتمر صحفي اليوم لوزير التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل الفصل الضراثي الثاني بعد محاكمة تاريخية مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمة الحظ على التمرد وبختام عنوين الأخبار نصل إلى ختام ناشتنا الإخبارية للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت شكرا لكم وإلى اللقاء